الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد في ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا صرفا ولا عدلا يعني فرضا ولا سن يعني لا يقبل منهم الله عز وجل لا صلوات الفرض ولا سنن الصلاة لا يقبل الله منهم صيام الفرض ولا صيام السن لا يقبل منهم الزكاة ولا يقبل الله منهم عز وجل الصدق طبعا هؤلاء خاب وخسر من لا يقبل الله منه عز وجل فهو خائب وخاسر في الدنيا قبل الآخر من هم يا رسول الله اسمع روى الإمام الطبراني وكذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وارضاه بسند حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا صرفا ولا عدلا أي فرضا ولا سنة نعوذ بالله من هؤلاء الثلاث من هم يا رسول الله الذي لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا أول واحد من هؤلاء الثلاث عاق الوالدي عقوق الوالدي من أكبر الكبائر بل تأت الكبيرة الثانية بعد الشرك كما في حديث أبي بكر في الصحيحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر شف توجيه النبي للصحابة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فالصحابة قالوا قلنا بلى يا رسول الله فقال النبي الإشراك بالله وعقوق الوالدي وكان صلى الله عليه وسلم متكأ فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت إشفاقا من الصحابة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العقوق كبير آه كبير ذا بعد الشرك على طول وكذا آية في أكثر من آية يقرن ربنا بين التوحيد وبر الوالدين في صورة النساء قال الله عز وجل وعبد الله ولا تشرك به شيء وبالوالدين يحسن في الإصراء كذلك في أكثر من آية في لقمان وغصينا الإنسان بوالديه بعد أن قال لقمان الولد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظوم عظيم فدائما ربنا يقرن بين البر وبين التوحيد والبر ويقرن بين الشرك والعقوق يبقى عاقل لوالديه لن يقبل الله منه صرفا ولا عدن بل لن ترى أحد لن ترى أحدا ناجحا في حياته مستحيل تلاه واحد نجح في حياته هو عاقل لوالديه ومستحيل تلاه واحد فاشل في حياته هو بارا لوالديه يبقى أول واحد من هؤلاء الثلاث عاقل لوالديه وميت تاني يا رسول الله قال ومنان منان يعني 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 يعطي الفقراء والمساكين ثم يمن عليهم بأنه أعطاهم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أعطيت الفقراء والمساكين جزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك صارح الأعمال لكنك انت تعط الفقراء والمساكين وبعد كده تعطي الفقراء والمساكين بأنك أعطيتهم الأموال وأعطيتهم الطعام وأعطيتهم الشراب هذا لا شك ولا ريء قصران في الدنيا والآخر وهذا أبطل عمل شوف الأبطل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وكأن لما من على الفقراء والمساكين بالصدقة فقد أبطل عمل طيب أول واحد عقل وليه ثانيا قال النبي المنى ثالثا مكذب بالقدر مكذب بالقدر يعني يقول أن ربنا عزا بالله لا يعلم بالأمر الذي حدث إلا بعد الحدوث وقبل الحدوث ربنا عز وجل لم يكن يعلمه وهذا كفر بالله عز وجل ربنا قال في أكثر من آية إن كل شيء خلقناه بقدر وقال ربنا عز وجل وكل شيء عنده بمقدار فربنا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان لعلمك كيف كان يكون جل جلاله بل قال سيد الأولين والآخرين محمد إن الله كتب اسمع إن الله كتب مقادير الخلائق إن الله كتب إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض اسمع قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة وكان عرشه جل جلاله على الماء قال الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كل مكتوب كل مسطر في كتاب ربنا لما فرعون لما قال موسى فما ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقا وثم هدى شوف فرعون يقول لموسى قال فما بال القرون الأولى والسنين اللي فاتت والأيام والألاف السنين اللي فاتت يا موسى ماذا يفعل فيها رب قال علمها عند رب اسمع في كتاب لا يضل ربي ولا ينس فاللي يكذب القدر هو أن ربنا لا يعلم بالأشياء إلا بعد حسن هذا كفر عيازا بالله بل لن تؤمن حق الإيمان حتى تؤمن بالقدر بالقدر خيره وشره حلوه ومر فالإيمان من كذب بالقدر فهذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فرضا ولا سن طبعا عم الشيخ هو معنى أن لا يقبل الله منهم فرضا ولا سن أنهما كفر بالله لا 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 هم مش كفر هم لما فعلوا هذه الكبار سواء العقوق أو سواء المن بس خلي بالك من لم يؤمن بالقدر ده كافر عيازا بالله لأن من الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسله وبالقدر خير وشر لكن من عق والديه أو منع الفقراء والمسلمين هذا ليس بكافر إنما أفعاله الصالحة من صلاة وصيام وزكاة لكن مع عقوقه لوالديه ومع أنه يمن على الفقراء والمساكين كأن سواب الأعمال الصلاة والصيام والأشياء الطيبة سوابها لما عقق والديه ولما منع الفقراء والمساكين أذهب بهذه الحسنات وبهذه الأعمال يبقى هو لما عقق والديه سيئة كبيرة كبيرة لما من كبيرة من الكباب تاب صلى وصيام ياخد سواب لكن الأعمال دي أذهبت معظم سواب الأشياء الصلاحة فكان هذه الأشياء لا تقبل قبولا تاما شوال كلام منضبط يقبل الله منه الصلاة والصيام لكن لا يقبل منه قبولا تاما لأن السيئات اللي وضعت في كتابه أذهبت كثيرا من حسناته عيازا بالله فهؤلاء الثلاث لا يقبل الله منهم فرضا ولا سنة أي قبولا تاما قبولا كاملا لا يأخذون الأجر كاملا من هم يا رسول الله قال عاق لوالديه ومنان ومكذب بالقدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم